زيكم يا شباب عاملين ايه? نكمل النهاردة محضرات الباسولوجي. هنتكلم عن حاجة خفيفة كده. البونسست. البونسست اصلا ده المفروض بقيت الجزء بتاع الاستيو دستروفي. لكن هو محطوط في موضوع الواحد. وليه بنقول ان هو تابع موضوع الاستيو دستروفي? لان اغلبه عبارة عن مشاكل البون. استحملوني انا تعبانا شوية وعند كحة فهتلوني وكل شوية بكحة يعليش استحملوني. يبقى احنا عندنا مشاكل في البون او الكراثة. ده اللي بميخلينا اقول لك ان البونسست جزء من الاستيو دستروفي. تعالوا كده نشوف هنتكلم عن ايه في البونسست. هي الصفحة دي بس الموضوع بتاعها. البونسست عندنا خمس حاجات. او 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 ايبي درمويل. او الجانجريون والهايدات السستة. موضوع بسيط خالص. ده يعني واحدة بس يعني العظمة فيها سست واحدة بس. ده بيه اللي يخلي ان فيه سست تطلع في البونة? مش عارفين. اللي يخلي يطلع احنا سست. مش عارفين ايه اللي يخلي يطلع احنا سست. هي سست تطلع كده وخلاص. بيقولك انه ممكن يقى فيه مشكلة في البونجوروس او بتزهر في السن ايه? في اكتر مكان ايه? دريبا في الشابتر ده كل اغلب الاماكن في الميتافيسيز. اوف الفيمر والهيوميرس. يبقى بتاع الفيمر والهيوميرس والمكان بتاعها مين? تمام كده? بتاع السست الموجود دي مش بتضغط في الناحيتين على على الكورتكس. يبقى الكورتكس بتبقى ثن. الكورتكس ثن. هي السست تتطلع لبرة. فتضغط على الكورتكس اللي حوليها فالكورتكس تبقى ثن. طب السست عبارة عن ايه? ده السست لطيفة خالص. عبارة عن يعني واحدة بس اهي مش مسلا سست ومجوافة كده مش مش جوافة راغات لأ مش كده. ده هي فراغة واحد بس فبنقول عليه والحرف بتاعها من جوه ثن مش ثك يبقى ثن وسموس يعني ناعم ما هوش محطد مسلا مش مش في اي حاجة. يبقى السست بتاعتنا دي من جوه كدير في لويد. واللاينينج بتاعها من جوه اسموس. يبقى الجورس بكتر بتاعتنا انت بتوصل في حاجة كده مدورة ونعمة وغميلة. فها من جوه كدير سيرس في لويد. سيرس او سيروس انجنس يعني ما هو مش كاتب في الكتاب هو ايه. يبقى هو كدير في لويد انت ما تحددش طالما هو ما قالش. واللاينينج بتاعها من جوه اسموس. وهي تمام? هتبص عليها هتلاقيها برضو ايه? آآ سست واحدة. اللاينينج بتاعها ثن زي ما قلنا فوق ثن وسموس. عبارة عن الوول بتاعها الوول قلنا ثن وول. حواليه بيتكون من كولاجينة كولاجينة ستيشو ده. وفيه ري اكتف بون ترابيكلي. بون بيتكون حواليها اسمه ري اكتف بون ترابيكلي والكبيرة دي اسمها استيوكلاست. يبقى الاستيوكلاست كده كده موجودة معنا في اغلب الديزيز لانا الاستيوكلاست هي اللي جاية تاكل. يبقى انا عندي مايكروسكوب بكتشر ما تفرقش كتير عن الجروس بكتشر. هتفتكر بس الشكل ده انا عندي من جوه كدير في لويد عندي الوول بتاعه بتاعنا ثن عبارة عن كولاجينة ستيشو وحواليه ري اكتف بون ترابيكلي ومن كمان الاستيوكلاست. يبقى ادى الرسمة هي وحواليها الري اكتف بون ترابيكلي وده الاستيوكلاست وده الوول بتاعنا ثن. تمام كده? وبتكون من ايه? آآ كولاجينة كولاجينة ستيشو. تمام كده? نفياش حاجة. اللي بقى معنا اليوني كاميرل. اليوني كاميرل او السيمبل او السوليتل بون سيست ده عبارة عن بناين سيست واحدة بس بتطلع في العظم الطويل في الميتافيسيز. اغلب الديزيز بتاعنا بتطلع في مين? في الميتافيسيز. المنطقة لجلدش بالبلاد سابلاي ولا اي حاجة بتحصل فيها. السيست لما تكسبانتها تضغط على مين? على الكورتيكس. بتبقى ثن. الوصف بتاعها حاجة مدورة كده. وزي البيضة والله. مش البيضة بتبقى من جوة. يعني السفارة بتاعها مسلا. والوول بتاعها اسموس من برة ومن جوة. المايكروسكواتي بتاعتي هقولي ان انا الوول بتاعي ثن. وعبارة عن الكولاجينس فيبر. ومعايا برة ورياكتف بون تيرابيكلي. تمام كده? يبقى وخلص كده خلصت. هندخل على احكايني حاجة الانيوريزمال. الانيوريزمال بونسست. الانيوريزمال دي يعني مشكلة في الفاسكولر. احنا ما عندنا البلاد فيسل ماشي كده. فيه في البلاد فيسل ده. يو معامل انتفاق كده. اسمه انيوريزم. زي الفيميل لما تبقى ابريكنانت كده. بطنها طلعة البرع بس مكملة من فوق ومن تحت. هو دوت اللي بيقول عليه. يبقى انا عندي هنا في مشكلة في البلاد فيسل فاسكولر. ايه سببها? برضه مش معروف. ممكن يقول لك ان في ميوتيشن مسلا في جين ما. ممكن بيقول لك في البلاد فيسل ذات نفسه. مشكلة في البلاد فيسل في بتاعه. كلها مش معرفة السبب بتاعها. طب بتاعته عبارة عن ايه? عبارة عن برق من الدم. البلاد كابيتيز. البلاد كابيتيز دي. موجودة في مين? مين اللي في بلاد بسل كتير? كلنا عارفين. والشافت كمان او المكان بتاعي برضه. والشافت بتاع اللونجوبون ومعانا كمان الليجن دي اسمها لان انا عندي اي سست زي ما قلنا برضه هنا بتاكسباند. هنا كمان بتاكسباند. اهي. استيوليتك عشان الاستيو عندنا ما شاء الله بوفرة. تمام كده هي اللي بتعمل الكابيتيز دي اللي مليانة دم. تجاوفي المفرغة دي. الصورة تحت اياتها نشرحها دلوقتي. يبقى احنا قلنا الانيوريزم البونسست اللي عمل لي الانيوريزم والكابيتيز اللي مليانة ببلد دي مش عارفين. فيوريز. وبرضه هنطلع هنرجع في النهية الكلمة ان انا عندي مشكلة في هي اللي عملتلي دي. الصيد بتاعها فين? قلنا الميتافيس والشافت بتاع اللونجوبون والفرتبري. الوصف بتاعها بيقول لك ان دوات كاراكترستيك لها. بلون ده قوت يعني منفوخة اهي منفوخ لبره هو بلون لبره لان بتاكسباند اهي بتاكسباند. انا عندي بتاعها ده مين? يبقى هي بتاكسباند تحته. يبقى ما فيش جديد. الوصف بتاعي لشكل. بلون ده قوت تمام كده? تعالوا نشوف اللي بيهمونا في البسولوجي. الجورس بيكتر بيقول لك لارج هموراجك ماس كافرد باي ثين راكتف بون. لارج هموراجك اهي. همورج كافرز من البلد بتغطيها بايه? عفوا على الكوحة والله يا جمعة انا اخدت كل نوع الادوية. عفوا والله بجد معلش. كنا نقول ايه? لارج هموراجك ماس كافرد باي. بيحاول يعني ايه بيحاول يعمل اي حاجة بس يعني اللي حول اللي هو لقوة. مش هيعمل حاجة. يبقى انا عندي الوصف ايه? احنا قلنا ما بنقولش فيها اللي هو حاجة انت شايفها بعينك كده ما فيش بيقول لك ان هي عبارة عن مليانة كابتز. اللاين بتاعها مين? الاندوسيليم. ده. يعني فعلوا كده نجيب لون مختلف ده. اللاينينج بتاع اللي سبيس ده. هو اللي فيه اندوسيليم. تمام كده? طب وحوالي ايه? الكابتز دي مفصولة بايه? الحاجات ديت ايه? عبارة عن سبتم. كونيك تفتيشو سبتة. الكنيك تفتيشو دو قد بيعمل في ايه? في استويت تيشو. يبقى الكابتز متل معمول باندوسيليم ومفصولها بينها وما بين بعضها بيكونيك تفتيشو سبتة. عبارة عن استويت تيشو. وهنا في مين الحبيباتنا اللي موجود دايما استيوكلاست. جايانت مالتي نيوكلياتل. فيها نيوكلاس كتير. جايانت استيوكلاست. وفي هنا شوية الحاجات دي ترابيكلي. يبقى الوصف بتاعها والله سهل خالص. بصوا كده. هنقول. اللي انا شفت اول حاجة عبارة عن كابتز فيها بلد. الكابتز ده متحوط بيه? اندوسيليم. خلاص طلعت من الكابتز. بصيت جنبه. لقيت حواليه مبين وفاصل مبين ومبين الكابتز اللي جنبه. بسبتة. طيب. وايه تاني مع السبتة? اللي عين في الماتريكس هنا ده. فيه ترابيكلي وفيه استيوكلاست. بس كده. اهي شايفين الصورة? اذا الشكل بتاعها اهو. لما تجي تبص عليه هتلاقي كابتز هي. قس تيولتك امال من اللي واكد الحاجات دي. قس تيولتك يعني متاكلة متهتكة. تمام? ومليانة بلد. وفارق ما بينها كونك تفتش وسبتها. الحاجات اللي بينها دي. عايز اقول لك ان في في احنا اصلا غالبا بتبقى وان بيكتشفها بالصدفة كده ممكن يكتشفها. او لما يحصل عليها احنا عارفين ان اي بتاعتنا اساسية بيحصل ايه? لما يحصل وانا بعمل اكتشف ان كان هنا فيه فيه والنسست دي فيها يبقى ديت ايه? طب لقيت كابتز مليانة بلد لأ ديت انيوريزمال. تمام? كده خلصت الانيوريزمال. هندخل في تالت حاجة على ايه? يعني ايه? يعني ايه من اسمها مش احنا الجلد بتاعنا اسمه الطبقة اللي فوق خالص اسمها وتحتها اللي دخل اللي برة ده جوه البون. بيقول لك ان فيه سبب. السبب بتاعي ممكن يبقى حاجتين. بردو مش قنونكوز مش قنونكوز. احنا بنشوف اقرب حاجة ممكن تعمل ده. بيقول لك ان لو انت عملت يعني ترومة على البون. فالبون القسر وحتة من دخلت هنا. يعني اللي برة هو حصل يعني جلد تقطع. والجرح بقى مفتوح على الشارع زي ما بنقول. والبونة تكسرت. مش البونة تكسرت والجرح والسكين قافل. لأ ده كمان اتفتح. يعني مبعوض عن بعضه كده. وعظمة العظمة طلعت لبرة مسلا. حصل لها وبقيت العظمة هو. فانا عندي جزء من دخل جوه. جزء من دخل جوه. يبقى تروماتيك انجري عمل ايه اللي تخل الابدرمس ان انا عملت فالابن فركشور عمل للابدرمس. بيقولك ان في حاجة تانية ان الضافر بتاعك من النيلبد حصل له او ميجريشن للبون. يبقى انا عندي كده سببين. واحدة تروماتيك واحدة النظرية بتاعت الهجرة. طب الابدرمية دي وصفها ايه? بيقولك ان هي بتدخل في المدالة يعني هي في المدالة من جوه. تماميه? هو ده عبارة عن ايه? استراتفايد اسكويماس ايبيسيليم كراتينايز دي ولانان كراتينايز دي لقى الليسكين بتاعنا فيه كراتين يبقى كراتينايز. يبقى بتاع ايه? كراتينايز اسكويماس ايبيسيليم. مذهاش جديد ما هو انا هدخل بالخصائص بتاعته. الخصائص بتاعت ان انا الايبيدرميز استراتفايد اسكويماس وعليه كراتين. وهي تدخل في بتدخل في المدالة. تمام? الانيوريزم كان مالتولوكولر كتير هنا لأ يونيولوكولر. واليونيو كاميرو برض يونيولوكولر. تمام كده? طب الاماكن بتاع الايبيدرمويد فين? بتاع السخل سهل جدا اجزاء تدخل بتداشدش كده. اللي سخال فعلا لما بيجي لها ترومة. اكنها بتداشدش سهل جدا الجزء من الايبيدرميز يدخل جوه. او في الترمينا الفلينجيز عشان الترمينا الفلينجيز هي اللي بتفسر النظرية بتاعت الميجريشن. هيعمل مايجريشن فين? ما هو في الفلينجيز. يبقى في اللي سكال وفي الترمينا الفلينجيز. الميكانزم يبقى بتاع تكوين السست ذات نفسها. وانها تبقى بالنورمال بتاع والتكوين الفعلي مش معروف. يعني السابق بكي عرف نيته بطريقة التكوين بقى السست ذات نفسها مش معروف. النون ميكانزم. تمام كده? رابع نوع الجانجليون. الجانجليون دي هتأكلها بنبقى عنده في ايده كده عند حاجة مدورة كده طلعه له. مش عارف هي ايه. احيانا تظهر احيانا تختفي احيانا بتتحرك. فدي هتشوفها كتير. عبارة عن فلود فلد ساك. ساك كده حاجة مدورة فيها فلود. الفلود دي عبارة عن ايه? كيلير كالرلس. شكل الجيلي وثيك وستيكي بتلزق كده بس هي كيلير ملهاش لون كالرلس. بتبقى موجودة اكتر فين في الريست هتلاقي ناس كتير حواليك او انت زتنفسك عندك في الريست جينت حاجة مدورة كده. انت مش مش انت مش عارف هي طالعة منين ولا ايه سببها هي موجودة. مرت لها اختفت مرت لها زهرة اتحركت. عندنا اباكين تانية عندنا الاند والانكل والفوت والني. بس الاكتر الريست وفتكر ان انت بتشوفها في اغلب الناس في الريست عندهم. تمام كده? دي هتبقى موجودة في اللي اللي بتعملها مين? دي بقى بارة وكده. يبقى تعالوا كده نعمل قبل اللي احنا قلناه. احنا قلنا بنتكمل حاجة في موضوع تحت الاستيودوستروفي. رغم ان هو في الكتاب ما حطهاش طبع الاربع امراض بتوع الاستيودوستروفي. عاملها حاجة الوحيدة. احنا عشان كده شرحناها حاجة الوحيدة. الاستيودوستروفي. قلناهم خمسة. يوني كاميرال دي سوليتاري. بناين ولا مش بناين بناين. بتجي فين? في الميتافيسيز. في في اللونج بون الفيمر او الهيوميرس. اكتر عدمتين طوال عندي الفيمر والهيوميروس. بتجي في الاطفال ولا في الكبار في الوالدوليسان. بتاكسباند وتعمل سين كورتيكس. الشكل بتاعها دايرة كده حاجة كده مدورة ونعمة وجميلة. فيها اللاينينج بتاعها اللي هي من جوه نعمة. عبارة عن تجويف واحدة هون. قلنا ان هي بتاعها عبارة عن وفيه وفيه تمام كده? بعدها الانيوريزمال مشكلة في البلاد بيسلز. عملتلي بلاد كابيتز مليانة بالبلد. المكان بتاعي الميتافيسيز والشافت والفرتيب دي. اسمها ايه? دي مهمة. ده الكاراكترستيك بكتشر. الكاراكترستيك ايه 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 بتاعتي. باللون ده قوت منفوخة هاي باللون قوتها هاي. اكسبان سيل بت اكسباند. اندر البيري اوستيام. عبارة عن ايه? المايكروسيكوبكتر بتاعتي. كابيتز فيها بلاد الكافتي دي متحوط متلاين ايه متلاين او. لاينج بالل ايندوسيليم. اندوسيليم ده بنقول عليه يعني اندوسيليم لعن بتاع البلد فسل. بيبقى اسمه اندوسيليام. يبقى اللاين بتاع الاندوسيليام ما بينه كونكتف تيشو ستة عبارة عن استيت تيشو وفيه ترابيكلي كده منه اطوره وعندي جاند مالتوني بليديد استيو كلاست. ايه الشكل بتاعه. يبقى دينة استيوليتك اكسفاندينج قلنا ان فيه دكواز من اللسكن دخل في الميضالة بتاع البون. هيبقى لينا نجيب ايه باللسكن بتاعي. الاسباب لاما تروما دخلت اللسكن ده جوه. او حصل ميجريشن للنيل بد في الفالينجيالجون. يبقى بيولوجيك كده. عنده ميجريشن في في الصابع. يبقى الترمينال فالينجيس ده من دمن الاماكن. والمكان التاني اللي هو مين? اللسكن. الميكانيزم بتاع تكون الابيدرمويد سيست انون ميكانيزم. الجنجليون. قلنا ان هي بتبقى عبارة عن سيست كده جاملة وصغيرة كده. فيها في الوود. الفلود ده الوصف الطائي. موجودة فين اكتر في الريست. الهايدات السيست قلنا دي بتبقى في الليفر وبتعملها برازية اسمها ايكاين وكوكاس جرانيولوزز. اه في الموضوع ده تفاضل البسولوجيكا الفركشور. البسولوجيكا الفركشور ده قلنا ان هو عبارة عن ايه? اي اي بونة فيها بيحصل فيها بسولوجيكا الفركشور. تمام كده? يبقى البون لما يحصل فيه هيحصل فيه بسولوجيكا الفركشور. اللي ممكن يحصل في البون. كل الامراض اللي احنا قلناها لحد دلوقتي كل دول اكتبهم. يعني بيقول لك كسؤال كده شرط نوت. اكتب مواضيع الشابتر كلها. اكتب. اكتب. كلها. اكتب. انت كده قلت اربع حاجات اللي احنا شرحناهم لحد دلوقتي. بقولك ان بعد كده في ميتابوليك. يبقى انا عندي كده ست اسباب. هتقول منهم. وهتقول 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 وتزود معاها الراديو سيرابي والميتابوليك بون ديزيز. مش محتاجة حاجة يعني احنا قلنا بيحصل لما يبقى البون فيها ديزيز. ديزيز دي بون. اللي يحصل اللي يجيب ديزيز في البون? كل اللي احنا بناخد دلوقتي ديزيز في البون. اي حاجة اكتبها. تمام كده? ان شاء الله افضل لنا الجزء بتاع الجوينت. الجزء بتعد يومارس. بس نكون خلصة ان شاء الله مش هتاخر عليكم وما نتزلهم.